السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الثالث درسنا لهذا اليوم هو التعبير الكتابي الطيور أعزائي التلاميذ التعبير الكتابي في الكتاب على شكل نقاط بهذا الشكل أولا ثانيا رابعا ثالثا المطلوب من عدنه هو أن أن نكتب الموضوع بالترتيب لكن بدون أن نكتب النقاط يصبح موضوعا تعبيريا واحدا متكاملا بدون نقاط هكذا أعزائي التلاميذ الطيور الحمام والدجاج والإوز والبط من الطيور الأليفة تعطينا البيض واللحم والريش وتوجد طيور مائية مثل البط والإوز واللقلق ومالك الحزين تعيش في الأنهار والبحيرات والأهوار العصافير والبلابل تعيش في البساتين والمزارع تغرد وتزقزق وتبني أعشاشها على الأشجار وتوجد طيور جارحة مثل النسر والبوم والصقر تعيش في كهو في الجبال والغابات والخرائب شكرا لكم أعزائي ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر